في معهد الشرق الأوسط بواشنطن عقدت هذه الندوة حول اليمن وداخل الدائرة نفسها من الجدل الذي لا ينتهي استغرق هؤلاء المهتمون يوما كاملا في نقاش تكررت فيه المفردات نفسها والتصورات ذاتها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد كان أبرز الحاضرين وأن باترسون المساعدة السابقة لوزير الخارجي الأمريكي والسفير الأمريكي السابق في اليمن جيرالد فرستاين أقرى ولد الشيخ بأن ما يراه على الأرض الآن هو تفاقم للحرب وليس واقع سلام وأعرب عن القلق من عملية عسكرية وشيكة لتحرير ميناء الحديدة الذي قال إن سبعين بالمئة من الواردات تمر عبره حول هذا الميناء الذي تزمع السلطة الشرعية تحريره عرضت مقترحات نراه المراقبون محاولات حثيثة لضخ الحياة في مشروع الحرب التي يشنها الإنقلابيون على اليمنيين كالمقترح الذي قدمه في ذات الندوة رئيس حزب العدالة والبناء محمد أبو لحوم يقضي مقترح هذا السياسي القريب من تحالف الإنقلاب بإخضاع ميناء الحديدة لإشراف أممي مقابل انسحاب المسلحين الحوثيين إلى مكان متفق عليه مقترح رفضته الأمم المتحدة من قبل أبو لحوم أعاد طرح مطالب الإنقلابيين القائلة بضرورة ضم روسيا والصين إلى الرباعية التي تعنى بملف الأزمة والحرب في اليمن أبو لحوم الذي أقر بأن إيران لعبت دورا مزعزعا للاستقرار من خلال دعم الجماعات المسلحة الخارجة عن الدولة لا يرى أنها قد أصبحت بالفعل حليفة لليمنيين في إجاهة المقابلة من النقاش وقف سفير اليمن لدى واشنطن الدكتور أحمد عوض من مبارك ليؤكد أن أوهام السلطة التي يتشبث بها تحالف الحوثي وصالح الإنقلابي هي السبب الرئيس في استمرار الحرب حتى الآن السفير بن مبارك وجه دعوة إلى المجتمع الدولي وخصوصا الدول الراعية للسلام لتقوم بتوجيه رسائل قوية للحوثيين وصالح للتخلص من أوهام التمسك بالسلطة لأن إزالة تلك الأوهام بحسب بن مبارك سيسهم بشكل كبير في التوصل إلى حل شامل ودائم في إطار المرجعية الثلاث المتفق عليها